بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي العظيم الولي الكريم الذي لا يدرك لأسمائه نهاية ولا يبلغ لها غاية ومع هذا ترجع من حيث إن لها محتذا إلى الأمهات الأربع أرباب العناية المنصوص عليها في الكتاب الحكيم بقوله تعالى هو الأول والآخر والطاهر والباطن وهو بكل شيء عليم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من ألبس دذار النبوة وشعار الملايذ وعلى آله وأصحابه أرباب الفتوة والهداية وعلى خلفائه الراشدين والقائمين مقامه إلى يوم الدين رضي الله عبد القادر 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 وقت السليم وازكا تحياتي على المصطفى المختار خير البارياتي نعم إنها عند اعتبار انتسابيها لها أمهات أربع ذات رفعتي صلاة وقت السليم وازكا تحياتي على المصطفى المختار خير البارياتي هي الأول والباطن العخير الذي هو الظاهر في الكون من دون خفياتي صلاة وتسليم وازكا تحياتي على المصطفى المختار خير البارياتي كما الأولاني من شاء للبلاياتي كذا الأخيراني ما عدين للنبواتي صلاة وتسليم وازكا تحياتي على المصطفى المختار خير البارياتي وَأَعْضِم بِهَا تَيْنِي لَتَيْنِي عَلَيْهِمَا مَدَارُ مُهِمَّاتِي وَجُودِ بِحِكْمَتِي صَلَاتٌ وَتَسْلِيمٌ وَعَزْكَا تَحِيَاتِي على المصطفى المختار خير البارياتي وَأَعْضِم بِهَا تَيْنِي لَتَيْنِي عَلَيْهِمَا مَدَارُ مُهِمَّاتِي وَجُودِ بِحِكْمَتِي صَلَاتٌ وَتَسْلِيمٌ وَأَزْكَا تَحِيَاتِي على المصطفى المختار خير البارياتي صَفِي بَعْضِي أَعْيَانِي قَادٍ لَمَّتَا كَمَا لِتَيْنِي افْتِرَاطٌ فِي مَغَاهِرِثُ الَّذِي صَلَاتٌ وَتَسْلِيمٌ وَأَزْكَا تَحِيَاتِي على المصطفى المختار خير البارياتي صَلَاتً دَوَامًا وَعِسَلَامٍ مُؤَبَّدِينَ على خير مبعوثي إلى خير أمتي صَلَاتٌ وَتَسْلِيمٌ وَأَزْكَا تَحِيَاتِي على المصطفى المختار خير البارياتي مُحَمَّدِينِ الْمَاحِي وَآلٍ وَصَحْبِهِ وَوَرَّاتِهِمْ وَالنَّهَئِبِهِمْ بِخُلَّاتِي صَلَاتٌ وَتَسْلِيمٌ وَأَزْكَا تَحِيَاتِي على المصطفى المختار خير البارياتي وَعَفْوٌ عَلِي الْمُؤْدَاحِي وَأَزْكَا تَحِيَاتِي وَأَزْكَا تَحِيَاتِي خَيْرِ الْبَارِيَاتِي وَاسُمَّعِهِ وَالْحَاضِرِينَ وَأَهْلِهِمْ وَمُطْعِيمِهِمْ حُبَّا اللَّهُ كُلَّ لَحْظَاتِي صَلَاتٌ وَتَسْلِيمٌ وَأَزْكَا تَحِيَاتِي على المصطفى المختار خير البارياتي ذكر في خلاصة المفاقر في اختصار مناطب شيخ عبد القادر نبذة يسيرة أنه قدس الله سرة تولد بجيلان سنة إحدى وسبعين وأربعمائة من الهجرة ودخل بغداد وله من العمر ثمانية عشر سنة وهو أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح ابن موسى بن خندقوس بن أبي عبد الله بن يحذي الزاهد بن محمد بن داود ابن موسى بن عبد الله بن موسى الجون بن عبد المحض بن الحسن المثنب حسن بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وكلهم السادات رضي الله عنهم أجمعين منها ما رضي عن عبد الحق أنه قال كنا عند الشيخ رضي الله عنه يوما فتولأ في قبقاب وصلى ركعتين ورما بفردتين بعدما صرخ صرختين فسكت بحاله ولم يجاسر أحد على سؤاله ثم قدمت قافلة من العجم بنذر له من ذهب وثياب وكان معه ذلك القبقاب فقلنا أنا لكم هذا قالوا بيننا سائرون خرجت علينا طائفة من مقدمين لهم من الأعراب فقتلوا منا ونهبوا ما معنا من الأسباب فقلنا لو نذرنا لشيخ وذكرنا بكلمتين فما تم ذلك إلا أن سمعنا صرختين شديدتين فقال واحد منهم تعالوا وانظروا ما نزل من القهر علينا فنظرنا ووجدنا مع مقدميهم ميتين وعند كل منهما فردة من هاتين وهذا جميع ما ذكر من سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا رضي الله عن عبد القادر رضي الله رضي الله رضي الله عن عبد القادر رضي الله رضي الله رضي الله عن عبد القادر 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 اشتركوا في القناة أنت مبدئ النوادر مخبر ما في اللمائر مخبر ما في السرائر رحمة الدنيا ودينة الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله كُلَّنَا كَهْفًا مَنِيعًا عَنْ بَلِيَاتٍ جَمِيعًا فِي خَطِيَاتٍ وَسِيعًا بِنْ عَدِيَاتٍ تَفِيْنًا أَنْزَلَ اللَّهُ سَلَامًا مَعِ صَلَوَاتٍ دَوَامًا لِلَّذِي غَادَ خِتَامًا لِجَمِيعٍ مُرْسَلِينًا الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله نحمد والآل أسرًا والأُلَحْتَ شَوْهُ نَصْرًا مَعْمَنِقْتَ فَوْهُ إِثْرًا وَالْفَرِيقِ النَّائِبِينًا وَعَفَاعًا سَامِعِينًا مَدْحَكُمْ وَالصَّانِعِينًا طُعْمَهُمْ وَالْحَاظِرِينًا هَا هُنَا وَالْذَاكِرِينًا الله الله ربنا الله 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 حسبنا الله نحمد الله نشكر الله ذلك فضل من الله بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون نبه الله تعالى بهذه الآية أهل الطريقة على أن رجاء الفلاح الحقيقي متوقف على أربعة أعمال من الدقائق أحدها الإيمان المتأكد بالبرهان المتأيد بالمكاشفة والعيان الذي يخرج به العبد من أقسام الشرك والطغيان الثاني التقوى بثلاثة أنواعها الأذنى تجنب المؤمن للعصيان والأوسط الذي هو تحقض السالك عن النسيان والأعلى الذي هو جعل العارف ربه في موارد الخير وقاية لنفسه وجعل نفسه في موارد الشر وقاية لحضرة قدسه والثالث ابتغاء الوسيلة بنوعيها الأعم الذي هو تقديم الأعمال الحسنة وتقويم الأفعال المستحسنة والأخص الذي هو اتخاذ الطالب لنفسه من الهدى تلكم لخليلا ليهتدي به إلى أقرب الطرق من الله سبيلا والرابع الجهاد بنوعيه الأصغر الذي هو محاربة أعداء الدين الخلق والدنيا والشيطان الذين يدعون الإنسان إلى مضان الخسران والخذلان والعصيان والأكبر الذي هو مخالفة النفس في حب الشهوات بتزكيتها عن الأخلاق الدميمة وبتحليتها بالأوصاف سليمة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خير من أوتي الحكمة وفصل الخطاب وعلى الآل والأصحاب والأولياء والأقطاب رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن عبد القادر رضي الله عن غوث الأعلى رضي الله عن عبد القادر 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 ولا نلتم مقامي والعطاء مقامكم الهدى طرا ولكن مقامي في تفوق والعلاء مراد يا مراد يا مراد مراد شيخ محيط مراد أنا في حضارة توصيل فردي يقلبني وحسب ذو السماء أنا العالي بعلو كل قطب ونستوفر كمال من العمائي أتاني خلعتاً بطرازي قوربي وأكرمني بتجاني وفائي وأشرفني على سر خفين وعززني بإعطاء الفنائي وبلاني على النواب طورا فأمر نافذ في كل دائم مراد يا مراد يا مراد مراد شيخ محيط مراد ولو أظهرت عشقي في بيحار لكان الكل غورا في الفنائي ولو ألهمت شوقي في جبال لمرتك السحاب على الهوائي ولو ألقيت ذوقي فوق نار لخمدت وختفت حق الخفائي ولو أسمعت سري سمع ميت لقام وصار حيا بالنداء مراد يا مراد يا مراد مراد شيخ محيط مراد وما من السرائر والخفايا ترى بالقوم إلا بالرضاء وأخبرني بما يأتي ويجري وأعلمني العلوم وبالبالائي مريدي عش ودم وفرغ وغني وإسمي مدخل تحت اللوائي مريدي لا تخف ربي كريم هداني للوصول مع البهاي مراد يا مراد يا مراد مراد شيخ محيط مراد شموسي أشرقت علبا وسوفلا وأعلامي على رأس البناء جيوش الله جندي تحت حكمي ووقتي قصفا كل صفائي رأيت إلى بلاد الله طورا بحكم الوصول خردلة الهوائي وكل ولي له قلب وإني على قلب المحمد ذي سنائي وإسمي اسم خير الأنبياء وأحوالي تؤثر في الحشاء مراد يا مراد يا مراد مراد شيخ محيط مراد إلهي سيدي صلي وسلم على طه وآلم بالولاء وأصحاب وتباع جميعا بمعضاء النجوم في السماء إلهي فعرف ولي أبي وأمي وأستاذي بحرمت ذي السنائي ومداحا وسماعا وحولارا المطعيم دوما بالبقاء إلهي عبدك المسكين فارحم بغفران الذنوب وبالفنائي مراد يا مراد يا مراد مراد شيخ محيط مراد مراد أبدا حضرت لئك نيتي قنم رحمان أبدا مدد حفظ حمايت نغل جيوت نيتي نالقنم رحمان أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين أبدا محمد صلى الله عليه وسلم حمد يوافين عمه ويكافئ مزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم السلطانك سبحانك لا نحسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر حتى تر الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم إنا نحن عبيدك الفقرا وبيحبال الأهواء أسرا حضرنا في هذا المجلس العاتر وقرأنا بإذن صاحبه مناقب وليك عبد القادر قدس الله سره اللزيز فبجاهي لديك وبقربه إليك وفقنا للاقتداه به وسائل الأولياء وامتثال المأمورات واجتنا بالمحضورات وحفى الله ظاهرنا عن الأثرات ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به وعفونا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق أن ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم مفل لنا ورحمنا وليوالدنا وليساتيدنا ولمشائقنا ولمن تعلقوا بنا ولمن له حق علينا ولجميع إمت السيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقنا ربنا شر ما قضينا اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه وما مدحناه إلى خضرة جدنا وشفعنا وكرة أينا سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آتي الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وبعته مقاما محمودا الذي بعدته وارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأوردنا حوضه الموت اللهم وإلى حضرت جميع الأنبياء والمرسلين وملائكتك والمقربين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين اللهم وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات أصحابه البدريين والأحديين والخلقين وآهل بيعة رضوان وسائر صحابة والقرابة رضوان الله تعالى أن كل واحد منهم يا رب العالمين اللهم وإلى حضرت جميع أولياء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى حضرت جميع المفسرين والمحدسين والمسنفين والوشارهين والمحشين العاملين الصالحين خاصة منهم إلى حضرت إمامنا إمام الأيمة محمد بن إدريس الشافعي قدس الله سره النزيز وإلى حضرت أبي حسن الأشعري قدس الله سره النزيز وإلى حضرت قطب الأقطاب غوث العلم وحي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره النزيز وإلى حضرت سلطان العارفين أحمد الكبير النفاعي قدس الله سره النزيز وإلى حضرت خاجة معين الدين جستين الأجميري قدس الله سره النزيز وإلى حضرة كتب الزمان مولى الدبيل السيد علبي المنفرم قدس الله سبحانه وعزيز اللهم وإلى حضرة جميل أقطاب والأغياس والنجباء والنقباء والأبدال يا رب العالمين وإلى حضرة جميع عباد الله الصالحين وإلى حضرة أساتذنا وأساتذهم ومشائخنا ومشائخهم اللهم وإلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات وكافة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وجاها على جاهم وكرامة على كرامتهم لده اللهم أفر علينا من فیولاتهم اللهم أمدنا بمددهم وانصرنا بنصرتهم واحمنا بهمايتهم يا رب العالمين اللهم بحقهم وبجاههم يسر سيرنا وسهل أمورنا وقل هبائجنا وأد ديوننا واشفي أمراضنا وأمراض مرلانا أمراض اللوهنية والباطنية والجسمانية والروحانية والشيطانية كلها يا شافي يا كافي يا الله إش في شفان تام الله يغادر سقما ولا علما اللهم يا كريم يا الله يا سميع يا الله اللهم يا نغلني صدس العودية مده غل أضبول تن نغل عودية فاتحة إخلاص معفيدتين نغل لندني سيگر كنم رحمان أدن نميسل سوابن ننمت حبيب صلى الله عليه وسلم تنگل لك نييت كنم رحمان أدبول غوص العظم قطب الاقتاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلان قطب صلى الله عليه وسلم عبدت حضرت لك نييت كنم رحمان أمين اللهم يا ارباد مهان مار پنددن مار وفاتايا ما سمان اللهم أغرد حضرت لك نييت كنم رحمان أغرد مدد حفظ حمايت نغل جيبت لنیيت كنم رحمان أمين اللهم يا پابي غلان اللهم دوش غلان رحمان ننمت حبيب ننمت حبيب آبين عبد اللهم zijn ترجمة نانسي قنقر امين 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 وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا بِعَنْوَاءِ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاهِمِينَ وَعَلَى مُحَمَّدِ يَا رُبِّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسِلِّمْ